اشتركوا في القناة حياكم الله مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية اليوم نحن وإياكم في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك شهر الخير والطاعة والمغفرة والرحمة موضوع هذه الحلقة هي عن خير العبادات في شهر رمضان المبارك مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم عدنا وإياكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة محمد حيبي السلام عليكم عيكم السلام شارك حيبي الحمد لله بخير مشاهدين طبعا برنامجنا يكون فيه مكعبات وفي كل مكعب هناك سؤال يوجه لضيف الحلقة محمد المكعب الأول اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك محمد أياد ما شاء الله أمري 13 سنة وسكني كربلاء المكعب الثاني سؤاله في أي منحلة دراسية في المتوسطة أو المتوسط سؤال المكعب الثالث طموحك العلمي مهندس وأخدم أبا عبد الله الحسين شلون تخدم أبا عبد الله؟ أخدم يعني مثل بالصحان المكعب الرابع يوجه لك سؤاله ويقول شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ وهو شهر الخير والطاعة وانزل فيه القرآن وهو شهر المغفرة حيبي محمد خليك يعني مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم عدنا إليكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية حمد حميبي المكعب الخامس يوجه لك السؤال ويقول إشلونك هي الصوم والعبادات؟ أدي الصوم كامل وأدي الصلاة وختم القرآن المكعب السادس سؤاله شنو هي أفضل العبادات في شهر رمضان المبارك؟ الصلاة والصوم وقرأت القرآن شنو رأيك بيها؟ قرأت القرآن حلوة ونهدف فيها إذن كل المهمات؟ نعم محمد المكعب السابع يطرح سؤاله عليك ويقول ويمنو من الأئمة تحب تستحر أو تتفطر؟ المام علي عليك السلام ليش المام علي؟ وهو أب الأئمة معصوم المكعب الثامن يطرح سؤاله عليك ويقول شنو هي أمنيتك اللي تريدها تتحقق في شهر رمضان؟ أنا أهدي الصوم كامل في شهر رمضان وختم القرآن شكراً لك حيوة محمد شكراً لكم مشاهدين الكرام مشاهدين أفاصل ونعود إليكم عدنا إليكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية وفي ختام هذه الحلقة حبينا نهديكم حديث من أحاديث الإمام الصادق عليه السلام قال الإمام الصادق عليه السلام رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة رزقنا الله وإياكم خير هذا الشهر وخير هذه الليلة إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا مكعبات رمضانية في أمان الله اشتركوا في القناة